ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرتنا باكرا يا ربي تسمعوا صوت تسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بشرفتني الأستاذ ملاد فتحي الخادم بكنيسة الشهيدة دميانة بابا دبلو بشبرة أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم منورنا نبتدي محركة أستاذ المشاهدين نقول أيتين كده في رسالة يعني إنجيل معلمنا مرقص لصحي الثالث آية 13 و14 الأيتين بيقولوا ثم صعد إلى الجبل ودع الذين أرادهم فذهبوا إليه وأقام إثنى عشرة ليكون معه وليرسلهم لكريزو أيتين حلوين النهاردة نتأمل فيهم مع حضراتكم وفيهم كلام كتير عن الخلوة وعن الخدمة نسأله النهاردة مع سوز ملاد سوز ملاد في البداية أنا أخد بس الجملة الكلمة بتاعت ثم صعد إلى الجبل الجزئية دي تكتبت أكتر من مار ثم صعد إلى الجبل ودايما كانت مرتبطة بالصلاة أو بالخلوة إيه علاقة الجبل بالصلاة ربنا يسوى المسيح كان بيعمل إعداد الخدام للتلاميذ يعني عشان يبدأوا يكرزوا في المسكونة كلها فعايز يقول لهم أن الطريق بتاع الخدمة مش سهل هيبقى فيه جبل لما تصعد على الجبل أن يتقابل مع بعض هناك قديك انطلاء تنزل تخدم عشان كده لما جاء يتعامل مع موسى قال له طلع لي فوق فموسى أخد وقت كبير رغاية لما يطلع وفوق قابل ربنا وفوق استمتع به وفوق خد منه كتير قوي وامتلأ منه وخد منه الوصاية ونزل علمها للشعب صعود الجبل دايما يعلمنا أنه فيه تعب فيه مجهود يازم يبزل وفي نهاية المجهود لازم يبقى فيه تكليل للإنسان نفسه دايما الجبل بيرمز للشموخ للقمة لاستبات للاتزان فربنا عايز يقول لما تطلع لي عندي في الصلاة لازم اديك كل الحاجات دي كلها لابعد فصعود الجبل وأنا بتقابل مع ربنا في مغدع الصلاة فوق ربنا هديني نعمة وقوة مش عادية دايما الجبل لما أطلع فوق هيكون عضلتي كوية جدا طبعا عضلتي في الخدمة يعني في النعمة لربنا بالدهيني باخد كوة من ربنا الخلوة أهمية إن الإنسان أو الخادم بالأخص يكون عنده فرصة للخلوة إنه يعود مع نفسه يعود يحسبها ويعود يشوف أنا بعمل إيه والغلطات اللي أنا بعملها دي ممكن تتصحح إزاي يعني أهمية الخلوة في حياة الإنسان وخاصة الخادم رائع جميل جدا السؤال دا تستاذنين عايز أقول إن ربنا قصة إنه هو راح يطلي فرح منفردا أو راح على موضع خلاق عايز يقول للتلاميذ وكل ولاد المسيحيين في كل مكان لازم يكون في علاقة خاصة بيني وبينك في الخلوة المكان الوحيد اللي أعرف تقابل مع ربنا فيستوفيس هيبقى فيش تيئات قلب ما بيني وبين الله ساعتها هيبقى فيه الخصوصية عشان كده يسموها خلوة روحية ربنا أنا داخل معاك إنت بس عشان تشتقي إليك نفسي عطشت إليك نفسي أشتقي إليك الجسدي فجوة الخلوة الهدف الأساسي للخادم يقول له كده تكلم يا رب فإن عبدك سامع وأنا رايح الخلوة معايا سلاحين مش سهلين معايا الكتاب المقدس عشان هسمع منه صوت الله واتعامل معايا ومعايا الصلاة اللي لازم أستمتع بها عشان كده يقوله محتويات الخلوة نفسها لازم تشوف وقت كويس وقت مناسب ووقت كافي ولازم يكون فيه مكان طب المكان الخلوة لازم أروح الدير واخش الواحدة في الدير وكده قال لا لسايد المسيح لما جاي يتكلم قال لهم متى صليت فاتخل مغدعك واغلق بابك يعني عايز يقوله أنه ممكن تختلب الله حتى في وسط الناس عشان كده الشخص اللي بيحاول يعمل علاقة خاصة مع الله اللي هي الخلوة نفسها في أي مكان بيتآمل مع الله وبياخد منه بركة وبياخد منه العم تمام برضو عايز أتكلم حضرتك عن أن الخدمة دعوة إزاي الإنسان يستعد أن هو يغضي ممكن حتى في المسيح قبل ما ينزل الخدمة أيضا اختلا وقاعد فترة مع نفسه الكنيسة تعلمنا أن الأباء الجدد يغضوا خلوة كده مع نفسهم أربعين يوم قبل ما ينزلوا الخدمة يعني برضو في استعدادات حتى الأب الأسقف يبقى فيه استعدادات لأنه هو ياخد خدمة جديدة لو يصوم سنة في بداية خدمته فكرة الاستعداد للخدمة إزاي أقدر أعملها في حياتي؟ جميل طبعا زي ما حد من الأباء قال لو إحنا ما عملناش استعداد لنزلوا الخدمة يعني لو نزلت ناس مش جاهزة للخدمة ما عملتش استعداد للخدمة قال تعبير في منتهى الرواع قال كده بالحرف الواحد كمان يملأ البيوت أجلنا ساقط عشان كده دايما نقول لازم الشخص اللي يخش الخدمة ياخد الجزئية اللي قالها أعموس استعد للقاء إلهك وقال كده هو تنظروا إلى الخدمة التي أخذتها لكي تتممها فأنا مش هعرف أخش في مجال الخدمة من غير ما يكونوا مستعدة عشان كده ربنا يسوى المسيح حتى قبل ما يبدأ الكرازة بتاعته راح الجبل عشان يختلي فجوه الجبل ياخد استعداد ولما جاي جاهز التنميز مش أول لما اختارهم رح منزلهم في الخدمة على طول لا قعد معهم شوية بدأوا يتعاملوا معاه بقى فيه اختبرات شخصية بقى فيه رؤية عندهم بقى فيه استنارة مؤقتة على الآل وبدأوا يشوفوا هو بيعمل إيه فقال لهم طب انتم شفتوا أنا بيعمل إيه ها أنا أرثلكم فبدأ يقول لهم اذهبوا وعملوا كذا وكذا وكذا إذن بيعملهم استعداد حتى بوليس الرسول لما ربنا يعني زهر له وعمل له اختيار خاص بيشل يعني ما رضيش مباشرة يخليه يبدأ الكرازة قالوا لا روح للتلاميذ وهم يقولوا لك تعمل إيه فبوليس راح رايح قاعد عند رجليه وقاعد عنده سنتين أو تلاتة بيتعلم تحت رجليه إيه هو طبعا وزيما تفضلت حضرتك وقلت الأباء الكهنة والأساقفة خلينا في الأباء الكهنة الأول لما بيجي ترسم زي في الفترة دي بنبارك للأباء الكهنة على رسامتهم يعني لازم يروح يقعد في الدير فترة كبيرة شميعنا يعني ما هو يتحرم من أهله من أولاد يقول لك لا ما هو مش بيتحرم لا ده هو بيأخذ امتلاء لأنه داخل في خدمة مش سهل ده داخل في معترك كبير جدا لأن الشطان هيبدأ كمان يحاربوا بشكل جامد والشعب بتاعهم مستني منه لمسة وكلمة وصلوة عشان يستنتع به وعدنا بتبقى أول وآخر أربعين يوم فحياته يعودهم في الدير بس الأباء اللي تهم الشطار يعني باستمرار يروحوا بس آخره يومين تلاتة والخدام مرضو الحلوين بيعملوا حتى لو استعد ما بينه وبين نفسه يبقى جاهز للخدم في نوعات عايزة أكلم حضرتك فيها وأنا مش عارف يعني قال إزاي بس إحنا في رسالة أفاسوس حاحا الرابع واللي بنكرره في صلاة باكر ويقول قديس بوليس الرسول كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها زي كل واحد يركز في كل يوم بيصحى من النوم الدعوة اللي ربنا دعي ليها من غير ما يطلغبط يعني أنا لو خادم الله دعيني الخدمة في الحتة بتاعت ابتدائي ولا سنوي ما عملش فيها أب كاهن وأنا لو أب كاهن ما عملش فيها أب أسكف وأنا لو أب أسكف ما عملش فيها أب أب بطرك يعني الدعوة إزاي أركز كل يوم في دعوتي أنا دعوتي إيه هل أنا مثلا دعوتي إن أنا أراعي الرعية بتوعي ولا دعوتي إن أنا حل مشاكل الكون أو حل مشاكل الكنيسة مش دعوتي يعني زي كل واحد كل يوم ينتبه للحتة دي ويركز في دعوته جميل لو كل حد خد المقولة بتاعت حضرتك أو المبدأ ده وخدم بالشكل ده هتبقى الخدمة في منتهى الرعوة مش كلا زي ما حضرتك لخصتها كده أنا بقى خادم مش عاجبني عايز أدور الكنيسة كلها ولما أجد أدور الكنيسة خلي الأب ألك أنا مش هف يا ميلي وانا قاعد في المكان حتى ما بحرقش ورقة وهكذا عايز لا مش عاجبني الأسكف مش عاجبني البطرك مش عاجبني الكنيسة بتروح منه الرؤية الخدم الشاطر عارف الدعوة جياله ازاي وفي ايه وفيين بالزبط عشان كده الشخص اللي بيبقى بيبدأ يومه مع ربنا بيبقى ودنه حساسة لسماعة صوت الله مركز في الخدمة أنا واخد الخدمة ديت أنا الله يحاسبني على الخدمة دي بس أنا مليش دعوة بالفصل اللي جنبي مليش دعوة بالأسرة اللي بعدية مليش دعوة بأبونا بيعمل ايه مين اللي عايحاسب بأبونا ده ربنا وهكذا فأنا لو مركز في الخدمة بتاعتي مركز في الدعوة بتاعتي هبقى فاهم يعني ايه صوت الله بيكلم معي لشان كده الخدم اللي قريب قوي من وصائة النامة ومن صوت الله في الكتاب المقدس وعنده نوع من انواع الخدوع والالتزام والطاعة هو ده الخدم بيقدم خدمته صح اللي بيشوشر على نفسه وبضيع نفسه شطان بيفرح بيقوي بيبدأ يتوهه ولو تاه بيتروح منه الهدف والدعوة وبيضيع نفسه ويضيع الخدمة هذا بيخسر نفسه يؤدي ان هو بيخسر نفسه عشان هو مش عارف هدفه ومش عارف الله يعني دعوة ربنا ليه كانت فين واحنا ساعات بنبقى عايزين ننشغل بحاجات كتير او ندي لنفسنا مسؤوليات اكبر فانتوه في النظر تمام ودعى الذين أراضهم فذهبوا إليه حينما يعني دعوة ربنا زي اعرف في الاول ان دي دعوة من ربنا وكيف أسلك في الدعوة التي دعينا الله إياه جميل انا عارف صوت ربنا مني مش عارف صوت ربنا غير من كتاب المقدس والسلام صحيح فلو انا قريب في المغدع بتاعي في السلام لو بفتح كتاب مقدس باستمرار لو عندي الأذن الروحية ايه الأذن الروحية سيد المسيح كان ميسي فابط لها واحد قاعد عشار فقال له اتبعني لاني اللاوي العشار مات عنده أذن روحية هو ما يعرفش المسيح في حاجة يمكن يكون سيمة عنه شوية لكن الأذن الروحية اللي موجودة عنده خليته استجاب بسرعة هيا فيه نقطة الطلاق ما بين زيارة النعمة وتفاعل الإنسان من قلبه وعقله مع الله سيد المسيح الخرافي تسمع صوتي فتتبعني لو أنا في وسط الخدمة والدعوة مركزتش في صوت الله وسبت نفسي زي ما قلنا في الصلاة اللي فات بشوشر نفسي في كذا حاجة مش هعرف صوت الله واخدني رهيت فين فلازم أبقى مركز مع صوت الله عشان تبدعوة بتاعتي لي عشان أبعرف أنا بعمل إيه بالزبط صوت الله لي خرافي تسمع صوتي والدعوة أصلا خارجة من ربنا ده منتهى التواضع من ربنا أن يسمحنا أن نخدم صح ومعليس في محتاجا إلى عبودياتي بل أنا المحتاج الله عليه كمان رائعا إحنا وقتنا خلص لك الحرك في دقيقة كده تقول لنا رسالة روحية لكل خادم لكل إنسان ما دعو لي الخدمة خلي بالك خلي بالي من إيه خلي بالي في جملة قالها المسيح مش عايزين نبع دعوها خالص قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا رحل نفسكم فالخادم اللي هو هيمشي بالمبدأ دوت هي بخدم رائع فأنا بقول لولادي الخدام وإخواتي وأبائي تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب الخادم اللي عنده وداعة الخادم اللي عنده ابتضاع الخادم اللي عنده مقاوة قلب هو ده لا يعرف يمشي في الخدمة صحة اللي بيدور على ثمار الروح مش بيدور على مواهب الروح الإنسان اللي لا يحزن الروح الكدس لا يطفي الروح الكدس لا يقوم الروح الكدس هو اللي بيأخذ قوة فتبقى خدمته نجحت شكرك جدا أستاذ ميلاد فاتح الخادم بكنس الشهادة دميانة بابا دوب لشوبرا نورتنا وصباح النور ده ما أشكر حضرتك أشكرك ولسا معاكم ولسا معنا فقرات أخرى في صباح النور معنا فقراتين رأستين الحقيقة مهمين جدا الاثنين نبتدي فيهم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر